أحسى الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة هي امرأة مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة نعم تقول أحسى الله إليكم أنها مقيمة في بريطانيا مع زوجها للدراسة وهذه الإقامة طويلة ولكنها كانت تمسك على الخفين ثلاثة أيام بلياليها اعتقادا منها أنها على سفر وهي الآن لا تعلم عدد الصلوات التي صلتها على هذه الحالة فما حكمها هذه إن كانت سائلة أحد من أحل العلم وأفتاها في هذه الفتوى فهذا يتولى تحملها يوم القيامة أما إن كانت جاهلة ولا سائلة أحد فهي مضطيها في هذا لكن لعن لا تعذر بالجهل ما دامت الصلوات كثيرة أو لا تعلم عددها ويكثيرة لما تبين لها أن هذا خطأ فتركه في المستقبل يتوب الله علينا وعلينا نعم